أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فنفا مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن إنما تنذر من اكتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن 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 الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسل سلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ثلث فقالوا ولوا إنا إليك مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسل سلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ينا قوم اتبعوا لمرسلين اتبعوا بمن لا يسألكم أجرا وهو مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضب الله لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المترمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جنجد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القلون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل الأرض ما جهد لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة أخييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جانات من نخير وأعناب وفجرنا فيها من العلوم ليأكلوا من ثمره وبعملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كل أهل مما قنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل لسنق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولم ينقذون إلا رحمة مننا ومتابة إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقه مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن طعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصرمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في ظلاء على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة وله لما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا ساط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه الجهنم التي كنتم توعدون إصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراق وفأنا يبصرون ولو نشاء لما سحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجع جعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليندر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلق لا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشى مشرب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيص مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي عليم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له لكم فيقلون فسبحان الذي بيده ملك لو تقول لشيء وإليه ترجعون بسم الله